السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لو سمحتوا دعما للقناة رفعوا الفيديو باللايك والشير واكتبوا لي كومنت الحلو. الفيديوهات بتاخد وقت في التصوير فاقل دعما للقناة ان انتوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو ويبقى جزاكم الله خيرا لو شيرنا الفيديو. آآ نسمي باسم الله النهاردة هنعمل فطار اول يوم العيد. ربنا عيد علينا وعليكم الايام بخير. الكبدة. احلى فطار بيتاكل اول يوم العيد. او في اي وقت انتوا تفضلوه. هنقول يعني دي الطريقة دي صدقوني يعلم الله لو جربتوها والله ما هتغيروا. الكبدة بتفضل طريقة ما بتنشفش. لونها بيبقى تحفة ما بيغمقش. نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة. هنا اصحابي الكبدة لازم تشيل الجلدة اللي هي الخفيفة هادي. وافضل حاجة ان انت لو بتشي بتشتري الكبدة فريش. لو بتشتريها فريش آآ بحطها في الفريزر آآ وانا بقطعها. لو انت عندك الكبدة سليمة لسه مش متقطعها. ممكن انت تخسليها وتجفي فيها. لكن لو جايبها متقطعة زي حالتي كده ممنوع تخسليها عشان لو اتغسرت هتزفر. ولو حطيتي عليها خلها تزفر. اوكي? انا بحطها في الفريزر وبعدين بطلعها تفك سنة عشان تبقى سهلة. ان انا انزع اللي هي بيقول عليها سلخ الكبدة. نشيل القشرة الخفيفة دي لان انا بيبقى شكلها مش مرغوب فيها اثناء الاكل. بتقوس الكبدة اثناء التسوية. وبتقطعيها بالحجم اللي انت عايزها. هنا هنعمل تدبيلة سريعة. نص معلقة التوم مهروس. ومعلقة كزبرة. ربع معلقة التوم بس ما زوديش التوم. بصل بودر. توم بودر بابريكا. فقط لغير. لو حطيتي كبد عصير اللمون او خل بيزفر الكبدة. بس هننقع بقى قطع الكبدة. في هادي التدبيلة. طبعا الكمية بقى انتوا بتحددوها حسب عدد افراض الاسرة. وتبلتها كويس. هغطيها ببلاستيك راب. واسبها نص ساعة في التدبيلة. لازم تسيبيها نص ساعة في التدبيلة. قطعت بصل اه شرويح. وفلفل اغضر بارد. ولو تحبوا سبايسي هتضيفوا عليها سبايسي. كمية البصل زودوا فيها. انا طبعا عشان عاملة كمية صغيرة. لكن لو انتم عاملين كمية كبيرة ضيفوا بقى يعني نص يعني لو كيلو كبدة حطيه لنص كيلو بصل. اخدت معلقتين زيت. وهنا بقى البصل ده هيبقى بعدين هتشوفوا طعمه مع الكبدة غير طبيعي. بضيف رشة ملح خفيفة عشان يسهل ان البصل يدبل بسرعة. هنفضل نسوي نقلب في البصل حتى البصل يطرى تماما ويبقى خلاص يعني مستوي آآ وطري ولزيز. هنا شايفين اصحابي ورشة الملح بتساعد ان البصل يدبل مباشرة. هنا خلاص البصل خلاص تقريبا دبل اهو. خلاص ودخل في الاستواء هتديله احنا حطينا رشة ملح في البداية هضيف عليه رشة فلفل اسود وياريت يبقى مطحون فرش بيدي طعم حلو جدا للأكل. وهنا خلاص كده هتديله كمان بس دقتين وخلاص. هجيب على الطبق اللي هنقدم فيه زي ما انتم شايفين. يعني شقرنا البصل اول درجات الدهبي. وبصف الزيت الفقد من الزيت. وبنحط في طبق التقديم ونبدأ. طبعا لو انت عندك بطاطس تقدر يتقطعيها مكعبات وتحط تنقعيها في مياه وخل. وبعدين تديها قلية هتبقى ممتازة. انا صراحة يعني اسهل بالنسباني عندي الفرنش فرايز اللي هي النص مقلية اللي بنجيبها من السوبر ماركت. فهاخد شوية هنبدأ هقليهم في زيت ساخن. واسبها حتى البطاطس تتحمر. ونشوف الخطوة التانية. هنا اصحبي بعد ما خليت الكبدة نص ساعة جبت. لو انت عامل كمية كبيرة حطي كوب من الطحين. بدون اي اضافات. انا حطيت نص كوب من الطحين الابيض العادي. وما تحطيش الكبدة كلها لانك لو حطيت الكبدة كلها مش هتتغلف كويس بالطحين. هتعرق ومش هتشرب الطحين حلو. هنا بقى بناخد بتقسمي مثلا الكبدة على دفعتين تلات دفعات حسب الكمية. وعلى كيس بلاستيك عشان ما تخسليش سحون كتير. بنغلفها كده كويس جدا. شايفين اتشبعت بالطحين. بجيبها بقى على مصفاية. وانفضها كده وننزل الطحين الزائد. كده معنا الكبدة جهزة. هعمل كل بقية الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. شوف الخطوات تانية. هنا اصحابي اهو البطاطس خلاص اتحمرت. هطلعها على آآ كلينيكس او التيشو بتاع المطبخ. زي ما انتم شايفين ما تغمقهاش. مجرد بس ايه النص المقلية دي على طول بتاخد تحميرة سريعة. ولو حتى برش برضو ما بتاخدش وقت على طول بتتحمر بسرعة. هنا بقى الفلفل بنزله مباشرة بعد البطاطس. ويا دوبك دقيقة بس. بنديله تقلب تاني. يعني عدي كده لحد عشرة. بالزبط دقيقة. ونخرجه لانه هو مجرد بندبله عشان يحافظ على اللون الاخضر الحلو. لو قلتيه لحد ما بقى بني كده مش هيبقى طعمه خل. ولا ريحته حلوة. كده بيدي ريحة وطعم جدا لزيز. مجرد بس بنخلي الفلفل يتره. وفي نفس الوقت بيحافظ على لونه الاخضر الجميل. لو سمحت حطوا اللايكات عشان الفيديو يترفع. هنا خلاص اصحابي آآ هننزل بقى الزيت يكون متوسط يعني لو هو ساخن جامد ولا هو بارد. متوسط الحرارة. نبدأ ننزل الكبدة. اهو. والكبدة ما بتاخدش اكتر من ثلاث دقايق بالزبط في بطريقة الطهي اللي احنا بنسويها. تلات دقايق بالزبط عشان ما تجفش منك. هنا اول ما شمعت وتمسكت من الطبقة اللي تحت. على طول بدأت تقلبها. يعني مش من اول ما تحطيها تقلبيها. لا تسيبيها حتى الطبقة كده تتحمر من تحت. على طول. يعني بعد تسيبيها دقيقة في الزيت وتبدأت تقلبيها. هنا قلبتها اهو تقليبة. هخليها برضو. تبدأ. تاخد دقيقة تانية على الوش التاني. اهو شايفين? اخدت لون رهيب. وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم والله قلبة البي اهو. هصفيها. بنطلعها على طول. لو زودتي عليها التسوية بتشد وتبقى عاملة زي الربر. هنخرجها اصحابي على تشو. مع المطبخ عشان نتخلص من الزيت الفقد. ممتازة اهي شايفين لونها? تحفة والريحة والطعم والله مش قادرة وصفالكم. هتجربوها بالطريقة دي وتدعو لي. هنا اصحابي بقى البصل اهو. هنبدأ نحط على حراف او جوانب الطبق. نرس معنا البطاطس المقلية. اهو زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى في الوسط هضيف الكبدة. اهو شايفين الكبدة ما شاء الله غير طبيعية ولذيذة والريحة والطعم. ولما تيجوا بقى تقدموها هوريكوا دلوقتي طريقة الاكل كمان. تحفة. طبعا تبقوا مجهزين جنبها صلاة الطحينة. احنا عملناها مع بعض. وان شاء الله في فيديو قريبا هنزله جديد على القناة. اهو زي ما انتم شايفين. وهبدأ برضو قدي بقى اوزع الفلفل الاخضر. شايفين الفلفل محافظة على لونه. وتحفة. هنوزع الفلفل بنفس الطريقة. على حراف الطبق. وهنا بقى اصحابي. اه قبل التقديم هدي رشة فلفل اسود. وهدي رشة كوزبارا اه مطحونة نشفة. هي زي ما انتم شايفين. رشة خفيفة بس. وكده مع الطبق معانا جاهز. طبعا تبقوا عاملين صلاة الطحينة. عايزين تاكلوها جنب روز اوكي. عايزين هي احلى حاجة بقى تعملوها سندويشات كده. تحط في السندويش جزء من البطاطس وجزء من الكبدة وجزء من البصل المكرمل. يعني الطعم مش قذرة وصفولهم. لو تحبوها زبايسة تقدروا تضيفوا رشة شطة مع التوابل او رشة كده فوق الوجهة قبل التقديم. شايفين الكبدة? ما شاء الله والله رحتها والطعم مش قادرة وصفولكم كان خطير. وهطعمها الحين عشان تشوفوا لون الكبدة قد ايه وردي. اهم حاجة ما تسويش الكبدة اكتر من تلات دقايق بالزبط وترفعيها عشان ما تسودت. شايفين لونها وردي وطرية وعندها كريزب من بره. وهشة وخفيفة جدا من داخل. ان شاء الله تجربوها اول يوم العيد. ربنا عيد علينا وعليكم الايام. السلام عليكم.